مشاهدين الكرام سلام الله عليكم سعيد بلقائكم في هذه النشرة الإخبارية وهذا أبرز عنوانها الدرك يحجز ثلاثة خمسة أطنان من زيوت مغشوشة تمكنت مصالح الدرك الملاكي ببني ملال مساء اليوم الاثنين من حجز ثلاثة خمسة أطنان من زيت الزيتون المغشوشة وتوقيف ثلاثة أشخاص على مستوى محطة الأداء بالطريق السيار المؤدي إلى مدينة بني ملال وأفادت مصادر بأن دورية للدرك الملاكي كان يترأسها قائد كوكبة الدراجين التابعة لسرية بني ملال تمكنت من ضبط حمولة من الزيوت المغشوشة تقدر بثلاثة أطنان ونصف الطن وأوضحت المصادر ذاتها أن تحرية الدرك الملاكي مع المشتبه فيهم كشفت أن البضاعة جرى نقلها من نواحي جماعة لبرادية نحو الدار البيضاء إلا أنها لم تجد طريقها لا البيع لأسباب مجهولة ما فرض على أصحابها إعادتها إلى مكانها الأصلي ليتم توقيفهم جميعا كانت على متن سيارة كبيرة قادمة من الدار البيضاء نحو جهة بني ملال